موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها من صحيفة الفاينينشل تايمز البريطانية التي نشرت وكشفت عن خريطة جديدة تتشكل ملامحها في سوريا وأن البلاد تتجه شيئا فشيئا نحو التقسيم وقال ديفيد جاردنر في تحليل له نشرته الصحيفة إن سوريا تتجه شيئا فشيئا نحو التقسيم سوى أن كان تنظيم الدولة هو المحفز الذي بدأ عملية محو الحدود أم الثورة السورية التي دخلت عامها الرابع بدون حسم واضح من النظام الذي ضعفت سيطرته على معظم المناطق ولم يعد جيشه في وضع الهجوم بل الدفاع ففي شمال سوريا تبدو مكاسب الأكراد التابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي مقدمتان لولادة كيان جديد يمتد إلى الساحل مثل الكيان الكردي في العراق أو ما يطلق عليه في سوريا بإقليم روجوفا بعد طرد تنظيم الدولة وفي الساحل السوري أشار جاردنر في مقالته إلى أن حزب الله وإيران يسعيان لتأمين جيب للعلويين حيث يخوض الحزب ومنذ ستة أسابيع حربا في جبال القلمون لا لتأمين لبنان ولكن لحماية الطريق الواصل بين دمشق وحمص والمناطق الساحلية ولفت جاردنر إلى ما قاله قائد لواء القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي زار سوريا هذا الشهر ووعد العالم بمفاجآت نعدها مع الجيش السوري في الأيام المقبلة مضيفا أن التصريحات البطولية التي أطلقها الجنرال لم تتكشف بعد ولكننا نعرف ما يقوم بعمله ونقل الكاتب عن مصادر عربية قولها إن طهران تنظم جسرا جويا لساحل السوري ويعلق جاردنر قائلا إن كانت هذه هي مفاجأة سليماني فهي متوقعة في ضوء العجز الذي يعاني منه النظام ونقص الجنود ونشرت صحيفة الانديبندنت تقريرا لكيم سانجوبتا بعنوان استهداف السياحة الهدف الحقيقي وراء استهداف منتج عسوس السياحي في دونس وقالت الانديبندنت في تقريرها إن المسلح كان حاذرا جدا في عمليته وانتقى ضحاياه بعناية إذا كان يطلق النار على الأوروبيين تحديدا وحاول تجنب التونسيين وهو يتقدم نحو الفندق وتضيف الصحيفة أن هذا ليعني أن فكرته كانت قتل الكفار وحماية المسلمين بل كان يرمي إلى تخريب صناعة السياحة أكبر مصدر للعملة الصعبة في تونس وأكبر قطاع توظيفية للتونسيين في البلاد ونقلت الانديبندنت عن خبراء أمني قولهم إن تزامن هجوم تونس مع هجومين آخرين في فرنسا والكويت دليل على أن هناك رغبة في شن هجمات متزامنة يذكر بالهجمات التي كان ينفذها تنظيم القاعدة وأشارت إلى أن السلطات التونسية زعمت أن المتشددين الذين نفذوا هجمات في البلاد تدربوا في ليبيا في مناطق تحت سيطرة حكومة طرابلوس المتنازعة مع حكومة طبرق المتعارف عليها دوليا وهذا في رأي الصحيفة يعطي لهجوم سوسا بعدا دوليا ويربطه بهجمات في بلدان وقارات أخرى صحيفة القدس العربي نشرت مقالا لفيصل القاسم حمل العنوان إذا أردت أن تقضي على ثورة اصنع لها متطرفين تطرق فيه الكاتب إلى بدايات الثورة السورية وطريقة تفكير النظام وحلفائه للانتقام من الثوار المطالبين بالحرية الكاتب لفت إلى أن هذا النظام قد وجد الطريقة لإفشال ثورة الشعب وجعله يحن إلى أيام الطغيان الخوالي ويلعن الساعة التي طالب فيها بالحرية مبرزا أن هذه طريقة تقول أحضر لهذا الشعب جماعات متطرفة تجعل النظام يبدو ديمقراطيا للغاية بالمقارنة معها وسنجعل تلك الجماعات تتدخل حتى في لباسكم وشرابكم وأكلكم وسجائركم وعندئذن ستقولون ما أحلى أيام المخابرات على الأقل لم تمنعنا من التدخين وتركتنا نلبس ونأكل ونشرب ونسمع ما نشاء وأوضح الكاتب أن الجماعات المتطرفة حققت هدفين لأعداء الثورات في الداخل والخارج مبينا أنها أعادت بعض الأنظمة الساقطة للسلطة وأطالت بعمر النظام السوري وغيره بعد أن شغل بها الداخل والخارج واستغلها الخارج وعملائه في الداخل لحرف الثورات عن مسارها واستخدموها سكينا لإعادة رسم خرائط المنطقة وسرد الكاتب هذا السيناريو بأن داعش تدخل إلى المنطقة فترسل لها أمريكا وإيران طائراتها وجماعات لتقاتلها على الأرض فتخرج داعش من تلك المنطقة لتحل محلها جماعة أخرى كما يفعل الأكراد الآن في الشمال والجماعات الإيرانية في العراق وبحجة ذلك يتم تهجير شعوب وإعادة تقسيم المناطق بتنسيق أمريكي إيراني لا تخطئه عين واختم الكاتب مقاله بالقول إننا حتى لو صدقنا أن تلك الجماعات مستقلة تماما ولا تخدم أحدا وانتصرت وحلت محل الأنظمة الساقطة ألا يحق للشعوب أن تسأل هل ثرنا كي نستبدل الفالج بالسرطان أو الظلم بالظلام نطالع في صحيفة العرب اللندنية مقالا لسلام السعدي بعنوان إيران تتمسك بالأسد رئيسا لجزء من سوريا الكاتب تساءل عن الهدف النهائي لإيران في سوريا والذي يدفعها إلى تقديم كل هذا الدعم لنظام الأسد ولفت إلى أن إيران تبدو مدركة جيدا لما تريد أكثر من إدراكها ماذا تريد بالفعل في سوريا حتى الآن موضحا أنه في المقام الأول ترفض إيران بصورة قاطع أي حل يمكن أن يسفر عن نظام سياسي ديمقراطي إذ أن السلطة التي يمكن أن تنتج عن أي عملية ديمقراطية لا يمكن أن تكون موالية لإيران وأضاف الكاتب أنه في المقام الثاني لم تستطع إيران تحقيق معادلة التنازل عن بشار الأسد مقابل التمسك بنظامه وبينا أنه ليس لدى إيران ثقة بالنظام في سوريا حتى تتخلى عن الأسد فهي تدرك أن نظام عائلي تلعب فيه عائلة الأسد والمقربون منها دورا حاسما في بقائه مبرزا أن هذا النظام مبني على نفوذ عائلة ومقربين منها ومهما كان الحل السياسي المقترح فهو يفترض استبعاد هذه الشريحة التي تؤمن مصالح إيران حاليا ومستقبلا ودون تغيير جذري في النظام السوري بحيث يصبح الولاء لإيران واسعا ولا يمر عبر شخص أو طغم فمن المتوقع أن تبقى إيران متمسك بالأسد وفي المقام الأخير يشير الكاتب إلى أن الأموال الطائلة التي أنفقتها إيران ولا تزال لدعم الأسد تعزز رفضها لسوريا ديمقراطية موحدة وتدفعها إلى تفضيل سلطة موالية لها يقودها الأسد على أي رقعة من سوريا الجديدة وكالة أنباء الأناضول نشرت تقريرا لهدايا الصعيد بعنوان أساطيل الحرية إصرار على كسر حصار غزة المنكوبة حيث يستعد قطاع غزة المحاصر برا وجوا وبحرا في هذه الأيام لاستقبال سفون أسطول الحرية ثلاثة وكلهم أمل أن يصل الضيوف إلى بر الأمان دون معيقات إسرائيلية وينجحون في كسر قطبان الحصار المفروض عليهم منذ ما يزيد عن ثماني سنوات ويتكون أسطول الحرية ثلاثة من خمسة سفن انطلقت أمس أول الجمعة من ميناء جزيرة كريت اليونانية بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ولفت أنظار العالم إليه حيث يتوقع وصولها إلى القطاع في غضون يومين إلى أربعة ويشارك في هذا الأسطول الذي تنظمه الهيئة الدولية لكسر حصار غزة عدد من السياسيين والمثقفين والفنانين والرياضيين من مختلف أنحاء العالم وفي مقدمتهم الرئيس التونسي السابق محمد منصف المرزوقي والناشط الأسترالي روبرت مارتين والراهبة الإسبانية تيريزا فوركاتس والناشط الكندي روبرت لوف لايس وشهدت السنوات التسعى الماضية العديد من المحاولة المماثلة عبر سفن فردية صغيرة حيث نجحت خمسة قوارب الوصول إلى شاطئ غزة فيما منعت السلطات الإسرائيلية خمسة قوارب أخرى السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية سفينة المروى الليبية وسفينة العيد وسفينة الكرامة وسفينة الأخوة اللبنانية وسفينة روح الإنسانية أما السفن التي تمكنت من الوصول لغزة فهي سفينتاء الحرية وغزة الحرة وسفينة الأمل وسفينة الكرامة وسفينة الكرامة القطرية أما أسطول الحرية واحد المكون من خمسة سفن فقد قررت ست منظمات دولية غير حكومية أهمها هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها تطوير محاولات كسر الحصار البحري عن غزة عبر أساطيل وعدم الاكتفاء بسفن صغيرة إلا أنه في الواحد وثلاثين من أيار عام 2010 وأثناء إبحار الأسطول في المياه الدولية في عرض البحر المتوسط هاجمت قوات كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع السفينة التركية التي كانت تحمل على متنها أكثر من خمسمائة متضامن معظمهم أتراك وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل عشرة من المتضامنين الأتراك بعد حادث أسطول الحرية الأول حاولت العديد من المؤسسات تكرار المحاولة وإطلاق أسطول الحرية اثنين المكون من أربعة سفن عام 2011 إلى أن ضغوطا إسرائيلية حالت دون ذلك كما يقول علي النزلي الناطق باسم الرجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة موقع تركي بريس نشر مقالا لأفق أولطاش بعنوان ماذا تنتظر تركيا كي تقصف داعش حيث ارتكب تنظيم دولة داعش آخر مجزر له خلال أيام شهر رمضان المبارك فقد هاجم المدنيين في بلدة عين العرب كوباني السورية وزهيقت أرواح كثير من الأبرياء العزل لقد قامت الرئيسة الثانية لحزب الشعوب الديمقراطية في جان يوكساك داغ بإطلاق تصريحات غير مسؤولة حيث قالت بالحرف الواحد على القيادة التركية أن تثبت عدم دعمها لتنظيم الدولة داعش لكن ما يلفت الانتباه أن تصريحا يكذب ادعاءات يوكساك داغ ومناصره بخصوص التقديم تركيا الدعم لعناصر تنظيم داعش جاء من الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري رسول خليل حيث قال الناطق خليل لقناة الجزيرة القطرية إننا لا نملك أي دليل يثبت تسلل عناصر داعش إلى البلدة من جهة تركيا وإننا ندرك أن هذه العناصر قامت بالدخول من الجهة الغربية والجنوبية لبلدة كوباني بالفعل كما قال جنكيز ألغين في تغريدته على تويتر على الطاقم الذي يقود الحركة الكردية التخلي عن الكذب والافتراء قبل التخلي عن السلاح هناك مسؤوليات طاقة على عاتق تركيا من أجل وقف نزيف الدم الذي يسيل في البنطقة فقد أصبحنا في وضع لا نطيق بعد إزهاق المزيد من الأرواح أمام أعيننا لقد قامت الفرق الطبية بنقل الجرح من بلدة كوباني إلى المشافي التركية عقب تنفيذ الهجمات مباشرة وعقب الهجمات أدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات علق فيها على هذه الهجمات قائلا أنادد أشهد التنديد بهذا الاعتداء الذي استهدف المدنيين في بلدة كوباني سوريا فنحن ومنذ بداية الأحداث في سوريا لم نغلق أبوابنا أمام من يقصدنا بغرض الاحتماء أو العلاج كما قامت تركيا بالسمح لعناصر البشمرقة بالعبور إلى كوباني عبر أراضيها عندما غار داعش قبل عام على هذه البلدة واحتضنت الآلاف من النازحين الأبرياء من هناك داخل أراضيها والآن ما يجب على الدولة التركية فعله هو أن ترفع من سقف فاعليتها على طول الحدود مع سوريا على القادة السياسيين والعسكريين التفكير في إعداد خطة لشن حملة عسكرية ضد تنظيم داعش الذي يهدد مسيرة المصالحة الوطنية في تركيا وإن هذه الخطوة ستكون بمثابة الرد الحاسم على كل هذه الادعاءات والافترات شبكة شام نشرت مقالة إسماعيل خطة بعنوان لماذا إيران والأجندات المفروضة على الثورة تحاول إجهاد الثورة السورية حيث يقول الكاتب ربما يوافقون الكثيرون أن توضع المنطقة العربية أمام قبول أحد الخيارين إما قبول المشروع الصهيوني في المنطقة وإما المشروع الصفوي الفارسي الذي يريد ابتلاع المنطقة برمتها لتنفيذ مشروع شرق أوسط جديد فمنذ سنوات طويلة والدول العربية تهاجم ملال إيران وقم وهم يجلسونهم في أحضانهم يجلسونهم في أحضانهم ويتحكمون في اقتصادهم ويعدون مشروعهم الصفوي الكبير فماذا أعدت الدول العربية مجابهة لذلك المشروع للوقوف في وجهها وفي مقابلة أطماعها في بناء حلمها الكبير منذ أسقط عمر بن الخطاب دولتهم الفارسية فمنذ وصول نظام الأسد الجبان إلى سدة الحكم في سوريا كان ذراعه الأولى ممدودة في وهي تحمي حدود إسرائيل ومن ناحية أخرى يدعم نفسه باليد الأخرى التي مدت ومدت إلى ملال طهران التي أصبحت تهدد أمن المنطقة العربية دون مجابهة في المجاميع بإيجاد مشروع عربي يقف في وجه الامتداد الصفوي وأطماعهم في سيطرة كاملة إن من حق الشعوب تقرير مصيرها وليس من حق الآخرين لتنفيذ سياسات معينة في المنطقة فقد عانت لمدة مائة سنة المنطقة من نتائج تقسيمها بمعاهدة سايكس بيكو الاستعمارية والتي تغير شكلها الآن وتأتي بحلة جديدة لتقسم المنطقة وفق قوميات ومذهبيات تضعف الجميع مرة أخرى أمام هيمنة يهودية وشيعية وهم لديهم مشروعهم الذي يعملون عليه وللأسف لم يكن لدى الدول العربية مشاريع مقابلة في هذا الاتجاه والآن وبعد أن وصلت سوريا والمنطقة إلى ما وصلت إليه فأيهما الأولى في المجابهة والوقوف أمام خطره المحدق هو المشروع الصفوي الفارسي ويجب الربط بين المشروع الوطني في سوريا وبين المشروع العربي المجابه للمشروع الفارسي الشيعي وأيه مشروع يسعى لتقسيم المنطقة العربية والاقتطاع منها وبغير هذا لن نصل إلى حلول تتوافق من أجل سلامة باقي البلدان العربية فالسوريين هم من يقفون حتما الأهان في وجه المخطط الشيعي ولذا كان الموقف الأمريكي بحماية الأسد ومنع سقوطه فعليا وسمحت لإيران بتحويل سوريا إلى مستعمرة لها بقي أن أقول نهاية إن عدم الوقوف العربي بجدية كاملة سوف يسقط الأنظمة العربية بكاملها ويجعل انهيارها على يد شعوبها التي لن تصمت على هذا التخاذل وسوف تكون مقولة صدام حسين هي الأصدق لمعرفته بما كان يخطط له سابقا أنا أعدمتني أمريكا وأنتم سوف تعديمكم شعوبكم فسارعوا قبل أن يفوتكم القطار بهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته